موسيقى حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم إذن لو أرد الله سبحانه وتعالى كان هو ممكن ينتصر من الكفار بمعنى أولا ممكن ينتقم منهم أو ينتصر للمؤمنين منهم كيف الله سبحانه وتعالى كان ينصر رسل مثل هود وصالح وشعب ولوت كان ينزل انتقامه على الأمم ولكن ليبلو بعضكم ببعض الآن تبلو تقليب حال تقليب الحال بس مش تقليب حال يعني بيكون في رفاهية لا تقليب حال بيدخل الإنسان في حالة من الضيق والانزعاج تقليب أحوال هذا التقليب مشان إيش مشان يخرج منه شيء مرات اللي بخرج أحسن ومرات اللي بخرج أسود صراع الحق والباطل البشر مع بعضهم فيه تقليب أحوال الطرفين وإذن لو قصد الله إبادتهم والانتصار منهم ما بيكلفكمش لكن ما هي الدار اختبار وابتلاء ويبلو البعض بالبعض إذن يغير أحوال مش بس حالك أنت وحاله كمان يعني بالكم بالحروب الصليبية لما انهزمت أوروبا هنا على يد صلاح الدين ورجعوا انتوا بالكم يعني رجعوا زي ما جاءوا لا رجعوا أفضل بكثير مما لما جاءوا اختلفت أحوالهم كثير اتصلوا بالأم الإسلامية من خلال الصراع واستفادوا إشي كثير على مستوى القيم ومبادئ لاحظوا الأخلاقيات وأخلاقيات الفروسة والعلم ولذلك النهضة الأوروبية تستطيع أن تأرخوا إلها بهزيمة الصليبيين في فلسطين ادرسوا التاريخ بتجدوا بدت النهضة من هنا إذن شو يعني بيبلو بعضنا ببعض وتقليب الأحوال على فكرة هو في النهاية بانتهي صح للجميعها نرجع لموضوع فإما منن بعد وإما في داءة فإن شو عم استرقاقها ليش لأنه هذه مش القاعدة هذا الاستثناء الغريب في البشر البشر كيف يعني بدأوا هم الاسترقاق ومتى بدأوا موضوع أنه إنسان يسترق إنسان هاي أكيد من اختراع البشر منذ آلاف السنين طبعا متى تدريش ولكن اللافت اللافت إنه الناس كلها كلها كان مزاجها الغالبية العظمى من الناس كان مزاجها يتقبل الرق ويعتبره شي بدهي وأخلاقي كيف الناس والغريب إنه الناس اليوم اليوم مزاجها بيقبل شرق مش ملاحظين أنتم طب كيف البشر اختلفت هذا الاختلاف الهائل وأناه بجرع اليوم يسترق وبعدين يطلع للناس يقول طب كيف تحولنا بهذه الطريقة البشر كلها كيف أيها كل تجربة البشرية وصراعها وتجاربها أدت إلى الأمزجاتكم اليوم أنتم هو صراع الأمم على فكرة وما يحصل من أحداث وحروب وإلى آخره وتجارب تصنع الأمم صناعة جديدة وبإنشاء لديها مزاج جديد ولذلك ما يقعدوش الناس اليوم يحاسبوا ويحاكموا الناس قبل آلاف السنين أنت الآن نتيجة نتيجة تطور في الثقافات والوعي ونزول الأديان وتهذيب الناس كل هذا حتى صنعت أمم جديدة ما ممكن تقبل بممارسات الأمم القديمة تقبلهاش إذا تغال يوم بيمارسوها الشعوب تقبلش إذا تغال بدهم يمارسوها بيخدعوا الشعوب وبعطوها صورة مختلفة مشان يقدروا يمارسوه زمان لا كانت الشعوب هي مزاجها هذا الكلام إنك تبطش وتعذب وتطهد وتأسر وتسترق كانت تقبلوا هذا اليوم إذا بدوا يمارسوه يمارس البطش بدوا ساعة كمان يهيئ الجو في أي بلد كانت كيف بيحصل هذا الكلام آه لذلك جيد نعرف أن مسيرة البشرية مسيرة البشرية في اتجاه الصحة ولأن تبالكم يعني لما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان أن الإيمان ينتشر في الأرض كامل معناة الناس مهيئة معناة الناس مهيئة ومزاجها مختلف وصارت مرتقية الناس وبالتالي سهل ولذلك لما قيل أنه المهدي بفتح روما سلميا بدون حروب مفهوم اليوم اتجاهات اللي بتصير قاعدة والتفكير والمنطق والدليل والحج والمسلمين صاروا وعيين وعندهم قدرة على الحديث مع باقي الأمم الآخرة إنها تفتح أوروبا مثلا سلميا إيش طبيعي لأنه إحنا الآن شو رح يكون مزاج الناس لقدام شوي وكيف هي ورقيها وتقبلها للحق والحقيقة مختلف ما تشفتو الأمم القديمة كان لابد من إبادتها في الأخير لأنها مش مستعدة تتقبل ولا شيء لكن لما جر رسول صلى الله عليه وسلم من بعده كانت في قوانين أخرى فش إبادة كاملة لأمم لأنه الناس أصلا مش الناس الناس مش الناس فإذا ليبلوا بعضكم ببعض إذا في النهاية ما تظنوش إذا انتصر ظالم في لحظة من اللحظات إنه هذا نهاية المؤلاء لا لا بالعكس هذا في طريق الصح أحيانا في ناس يظنوا إنه الباطل بتجذر في الأرض مستحيل حتى لو شعرت أنت أنه الباطل في لحظة من اللحظات بسيطر في الأخير الأخير بيزول في النهاية كله بتغير والناس بتكفر في الباطل أصلا شو اللي يخلى الناس تكفر بالكنيسة في أوروبا وغيرها ممارسات الكنيسة في الجرائم وحاكم التفتيش ولا أخلاق الكنيسة جعل الشعوب هاي اللي بتعمل ترفض الكنيسة ولذلك هي جاهزة لأنت بس يكونوا في ناس قادرين تفاعلوا معهم في الدين الصريع هم ليش أوروبا أكثرها ملاحظة أكثرها ملاحظة هذول اللي بيأمنوا بالله بس 30% اللي بيأمنوا بالله ولما قامت الثورة الفرنسية هي ضد مين ليش المتحارفة مع الكنيسة وقلب الأوضاع وقالوا لهم روحوا انت بتصلحوش للحياة هاي البابا كان يتحكم هاي البابا كان يعمل تفتيش قتل المسلمين وقتل الأخري ممتاز أول ما نهزم في أمته البشرية إذا من تجربتها على فكرة بتتخرج وكل ما تقدمت بتكون أفضل البشرية نفسها بتكون حتى الكفار لا بكونوا أفضل من الكفار زمان ترجمة نانسي قنقر